بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد أهلا بحضراتكم نتحدث عن السر العجيب بين الصيام وبين الدعاء المتأمل في آيات الصيام يدرك شيئا عجيبا أولا يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقوه ثم قال في الآية الثانية أياما معدودات ثم قال في الآية الثالثة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم في الآية الرابعة لم يتحدث عن رمضان ولما تحدث عن الدعاء فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ثم في الآية الخامسة أعاد الحديث مرة ثانية عن الصيام فقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هدن لباس لكم وأنتم لباس لهن وهنا أتعجب في الآية الأولى والثانية والثالثة تحدث عن الصيام في الآية الرابعة عن الدعاء في الآية الخامسة والسادسة تحدث عن الصيام مرة أخرى السؤال هنا لماذا تحدث الله تعالى عن الدعاء خاصة بين آيات الصيام لماذا هل هناك سر بين الصيام وبين الدعاء هل هناك علاقة بين الصيام وبين الدعاء نعم هناك سر عجيب وعلاقة وثيقة بين الصيام والدعاء فرمضان هو شهر الصيام وهو شهر الدعاء وهو شهر الضراعة وهو شهر التبتل إلى الله سبحانه وتعالى وهو شهر للسغفار والتوبة وهو شهر التسبيح والتحميد وهو شهر الإقبال على الله عز وجل فالصائم حينما يصوم رمضان علي أن يكثر من الدعاء يعني بسم الله ما شاء الله نحن نعلم هناك دعاء مستجاب يكون عند الإفطار ثلاث دعوات مستجيبات لا ترد واحدة منهن دعوة المسافر عند سفره ودعوة الصائم عند فطره ودعوة المظلوم على الظالم فمن هذه الدعوات المستجابات هي دعوة الصائم حينما يفتر له دعوة مستجابة وكذلك تصحروا فإن في الصحور بركة والنبي عليه السلام يعني سن لنا أوقاتا كريمة على المسلم أن يحسن اغتنام الدعاء فيها فيا حب ذا لو أن المسلم دعا في صلاة الوطر في رمضان دعا وهو ساجد في صلاة الترويح دعا في صلاة التهجل دعا أثناء صومه دعا عند فطره دعا بسم الله ما شاء الله في صلاة الفجر أوقات كريمة منسبات طيبة وأوقات شريفة عفيفة والدعاء هنا هو العبادة والعبادة ما هي إلا دعاء فقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيب لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لأن الإيمان لن يكون كاملا إلا إذا كان الإنسان عابدا لمولاه والعبادة لا تتحقق إلا من خلال الدعاء والعبادة تكون في التوبة وتكون في الاستغفار والعبادة كذلك تكون مع الدعاء والدعاء يكون مع العبادة فتخيل مثلا معي إنسانا تائبا ماذا يفعل لكي يتوب لابد أن يدعو الله هذا المستغفر يدعو الله سبحانه وتعالى هذا العابد يدعو الله هذا الصائم يدعو الله إذن علاقة وثيقة بين الصيام وبين الدعاء ولذلك أعجب ممن يصومونه ولم يدعو ربهم حتى ولو بدعوة واحدة في رمضان كيف ذلك؟ كيف يمر عليك نهار رمضان وليله ولم ترفع يديك إلى الله تعالى متضرعا إليه بالدعاء ربما منعك فأعطاك وربما أعطاك فبنعك شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته